ان في حد في يوم حصدني عشان كنت بنزل لهم فيديوهات وتبعت كلامها وقالت كانت الامور كلها ماشية تمام مع شوية مشاكل بسيطة وحاجات تدايق برضو لكن مش للدرجة دي انا نمت وصحيت لقيت عيني بالشكل ده وكشفت والعلاج ولا جايب نتيجة ولا فهمة ولا حد مشخص لي ايه ده ولا ده سببه كل يوم بنام واصحة وبتزيد اكتر واكدت اسراء بحزن شديد ان الفرح تأجل وحاجات كتير بازت ومنها نفسيتها اللي متأثرة بسبب شكلها وطلبت من كل متابعيها الدعاء ليها واللي ما يعرفش مين هي البلوجر اسراء احمد هي بنت مصرية من صناع المحتوى ومهتمة جدا بكل ما يخص الجمال والصحة ولها الاف من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي وطبعا البوست الحزين ده اتفعل معاه اللي يعرف اسراء واللي ما يعرفهاش والغريب في الموضوع ان معظم التعليقات اكدت لها ان ده حسد شديد وعين شي طال فعلق واحد من متابعيها وقال انا متأكد ان ده سحر لازم تقرأي ايات العلاج بين القرآن الكريم وعلقت متابعة لاسراء وقالت لها يعلم الله من اصابك بالعين اعوذ بالله من الحسد وقالت لها متابعة تانية واجدوا حوائقكم بالكتمان ربنا يشفيكي واكتبلك كل الخير مش بس كده ده بدأ المتابعين يبعتولها وصفات علاج بالقرآن وبالاعشاب واتفعلوا معها جدا بالدعاء ونصحوها ما تصورش تفاصيل حياتها تاني بالشكل ده على النت في وسط ده كل التفاعل ظهرت فيه الاراء الطيبة عن حالة اسراء فكتب لها متابع وطبيب عيون سوري وقال اغلب الحالات بتصير من التوتر والضغط النفسي وهون بيصير انه اوعية صغيرة حساسة بتنفجر بالعين هي الحالة باغلب الاحيان بتروح لحالها بلا اي علاج ولكن من الضروري اجراء تحليل ضغط سكري وزيارة طبيب عين لتقييم الحالة وحجم النزيف ونفس الكلام اكد عليه اكتر من تعليق لاطباء عيون متخصصين مع دعوات لها بالشفاء وانتو ايه رأيكم؟ هل انك تبلغوا تفاصيل حياتكم اليومية ومشاركات لحظات ساعدتكم على منصات التواصل الاجتماعي؟ ممكن فعلا يسيبكم بالعين وترجعوا تندموا ولا هي مجرد صدف؟